المسحية المسحية هي الديانة الوحيدة التي تعلم أن الخلاص هو عطية طبعا مجانية من فضلك ركز على الكلام. الخلاص هو عطية مجانية من خلال نعمة الله. الله حب الإنسان أنعم على الإنسان بينما كل الأديان يعني إذا درسنا العهد القديم مثلا يعني كل الأديان بتحاول عن طريق الطقوة وعن طريق البر الذاتي وعن طريق الأعمال وعن طريق النموس وعن طريق الشرائع لكن النتيجة أنه بتوصلنا كأنه الإنسان أمام مرأة بشوف نفسه بشوف حقيقة نفسه لكن لا يستطيع أن يخلص نفسه فالمسحية هي الديانة الوحيدية الوحيدة اللي الله أخذ زمام زمام المبادرة يعني لما أخطأ آدم وحواء الرب أخذ زمام المبادرة وألبسهما أقمسة من جلب يعني كان فيه ذبيحة حيوانية ولما عجز الإنسان فعلا عن تخليص نفسه ليه؟ لأنه مطلب الله عظيم يعني الشعياء بيقول جميع أعمال برنا كخرقة نجسة يعني حتى الأعمال البر اللي منعملها في نظر الله نجسي أمامه لأنه مطلب الله مكتوب في حسب متى خمسة تمانية وأربعين كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل والكتاب يقول أيضا كونوا قديسين لأني أنا قدوس والمسيح قال إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسيون لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات